لحد دلوقتي فيه ناس كتيرة مش فهمة الفرق بين الكلان العادي أو القبيلة العادية والكلان الملائم للعائلة أهلا بكم وسلام عليكم أنا زيزو وفي الفيديو ده هنشرح معاكم الفرق بين الكلان العادي والكلان الملائمة للعائلة طبعا انت زي ما شايف عندي هنا دلوقتي اول ما تفتح مثلا كلان بتاعي اول ما تفتح كلان بتاعي هتلاقي علامة خضرة كده فوق جنب الاسم بتاع الكلان ومكتوب جنبها كربيلة ملائمة للعائلة طب ايه الفارق يا زيزو بين الكربيلة الملائمة للعائلة والكربيلة العادية طبعا الناس عارفة كلها الكربيلة او الكيلان ايه الكيلان ده طبعا الكيلان ده اللي هو بيضم الاقضاء الكيلان بتاعتك وصحابك عشان تقدروا تخشوا حرب وتجمعوا لوت وتعلوا ايه الكيلان بتاعك وتعملوا وتجمعوا موارد بس اللعبة مؤخرا عملت اضافة جديدة للقربيلة جدا وبدأت تحط علامة كده زي اشارة او باج جنب الكلان وبولك دي كلان ملائمة للعائلة فالاول تعالى كده نشوف ايه هي اصلا الكربيلة الملائمة للعائلة من تعريف الموقع نفسه لعب الكراش وكلان زي شركة سوبرسيل فهم كتبين هنا كتبين كتبين كربيلة ملائمة للعائلة وزي ما انتم شايفين عاملين كده زي باج اخدر وزي كده اب وزي ابن مكتوب تساعد الكبائل الملائمة للعائلة في ضمان تجربة اكثر امانا للاعبين الصغار من خلال تطبيق عوامل تصفية اكثر صرامة في الدردشة القبيلة في قبيلة حالية اتمتع قائد الكبائل الذين ليسوا من اللاعبين الصغار بفرصة لمرة واحدة لتغيير الحالة لكن تجد الاشارة الى انه تتم ازال كل اللاعبين الصغار من القبيلة فور تغيير الحالة اذا تم انشاء قبيلة جديدة وتمكن اعداد القبيلة الملائمة للعائلة فسوف يتغير فسوف يتعزر تغييره في المستقبل طبعا نفهم ايه طبعا اول حاجة بيقولك اول حاجة طبعا ان هم عايزين حايزين يحطوا يعني زي قواعد اكتر في الشات بحيز ان ما حابش حد مسلا في الشات لان اللاعبة دي الناس عايزة برضو طبعا ايه الشركة خايفة على الاولاد واليعني والابهات بيبقوا خايفين على الناس بلعبوا اللاعب عايزينة اللاعبة دي امان ومحترمة جدا طب في اقصر صرمة في الشات بحيز ان فيش حد مسلا يشتم او يقول كلام بزيء او كده بحيز ان هي تبقى ايه ملأمة للاطفال فبيقولك في القرابيلة الحالية يعني واعتقد ان بالنسبة للسن لانك حاليا مرضو دلوقتي لما انت بتعمل القرابيلة او بتعمل اكاونت بيقولك انت موليد كام عايز يشوف سنك كام لانك لو سنك زغير زي بيحط عليك قواعد اكتر ويشوفك انت عشان يبقى ليك ابان اكتر طبعا بيقولك اذا تم انشاء القرابيلة جديدة وتمكين اداد القرابيلة الملامة للعائلة اه بيقولك لو انت انشأت قرابيلة للعائلة ما ينفعش تغير ده في المستقبل ما ينفعش ترجعها قرابيلة عادية يعني انت عملتها قرابيلة خلاص ملائمة للعائلة ما ينفعش تغيرها للمستقبل لان مسلا يكون فيها اعضاء خلاص اطفال صغيرين او كده تعالى نشوف برضو تعريف تاني او شرح تاني مسلا بيقولك ايه القرابيل الملائمة للعائلة يمكن عند انشاء قبيلة اختيار ان تكون ملائمة للعائلة يسمح زلك لعبين من جميع الاعمار بالانضمام تمام يعني هو اي سن تعتقد باي سن بيقدر يخش يمكن تحويلها القبيلة الموجودة حاليا الى قبيلة الملائمة يعني القبيلة الموجودة حاليا ممكن تخليها للعائلة القبيلة القديمة اللي هات عملت قبل الابضيت لكن لا تنسى انها من غير الممكن جعلها قبيلة عادية مجددا ما تقدرش ترجعها لو عملتها قبيلة للعائلة ما تقدرش ترجعها تاني يا معالي اذا لم تتمكن من تحويل قبيلتك الى قبيلة ملائمة العائلة فقد يكون اسم قبيلتك غير مناسب. يعني انت لو قبيلة بتاعتك او كلان بتاعك اسمه غير ملاسب اسمه مسلا تشتيمة واسمه اسمه بازيء او كده طبعا ما ينفعش تخليه ملائم للعائلة. اذا كان الامر كذلك نرجو منك ان تنشئ قبيلة جديدة اذا شعرت ان فلتر الاسماء الخاص بينك اخطأ في تقديم الاسم يرجع اتصال بالدعم. يعني لو انت مسلا القبيلة بتاعتك اسمها مش كويس او اسمها بازيء ممكن ما تقدرش تعمل كلان عائلة ولو حاس ان في خطأ في الاسم بس بحيس ان الاسم بس فيه غلط ما فيه يعني ما فيهش كلام بازيء ممكن تكلم الدعم وتطلب منهم ان هما يخلولك يعملولك كلان ملائم للعائلة. تعال بس كده اول نخش نشوف ونشوف طبعا ايه ده الكلان بتاع العائلة زي ما انتم شايفين هادي الكلان ملائم للعائلة. فهلو دلوقتي هنشرح معاكم ازاي نعمل بالخطوات بخطوات بسيطة ازاي نعمل ملاقب للعائلة خطوة بخطوة. طبعا هنخرج دلوقتي من الكلان دا ده الكلان الرسمي بتاع القناة هنخرج منه دلوقتيه. تمام? هنخش دلوقتي انت ده الاسآت بتاعك او ده الحساب بتاعك وانت تدوص دلوقتي انت مش في كلان او في كربيلا. فانت تدوص على كربيلا انت بتبقى مش موجود ايه? في كلان او في اي حاجة. فهنعمل طريقة انشاء كربيلا. ازاي تعمل كربيلا ملائمة للعائلة? هندوص على انشاء كده بسم الله. تمام? ودي اعدادات القربيلة اللي بيظهر لك على طول اول ما بتعمل القربيلة انت انت هتبقى قرقد بقى. فنكتب مسلا اسم القربيلة مسلا نكتبها ايه? كلاش مسلا of clans. clans مسلا نكتبها. تمام? الوصف مسلا نكتبها مسلا كلان مسلا يشارك. مسلا في حروب القبائل مسلا في حروب القبائل تمام والحروب العادية تمام ممكن ما تكتب مسلا هنا ايه شروط الترقية مسلا شروط شروط الترقية مسلا مسلا تاون تاون عشرة تاون عشرة وفعال اللي هو بيفتح تمام والشارة طبعا انت التعديل ده الشارة انت بتعمل اي تعديل مسلا بتعمل اي شكل انت عايزه من هنا بتختار اي شكل انت عايزه من هنا مسلا نختار ده ونختار مسلا للون ده وبتعمل حفظ كده تمام وبيقولك نوع الكرابيولة اي حد ممكن ينضم ولا عايزها بدعوة فاكرة ولا عايزها مقفولة فطبعا احنا هنخليها لاي حد الانضمام تمام ومعدل تقرار الحرب بتاعتك هل انت بتخش الحرب هنخليها دايما ان انت عشان الناس تخش تشوف التفاصيل بتاعتك عشان لما حد يخش عضو جديد يشوف التفاصيل دي هادمان عنده فهو يعرف مسلا ان انت بتشارك في الحرب على طول فهيشارك هشوف هيخليها مسلا داما لو انت مسلا مرة في الاسبوع بتخخش في الحرب فده معدل الليل نادرة ان انت بتخش في الحرب ده محدش هيخش لك في الكلان بتاعك ابدلا ان انت مش مش بتشرك الحرب دي يعني ما اعتقدش ان حدا هخش حيش غير محدد fans هنقول مسلا ان انت بتخش في الحرب وتشارك في الحرب على طول تمام هنجيب بالهن حد الكؤوس الادنى للانضمام مثلا خلي ايه ايه الاسavíaس مشان يخش عندك مئتين مسلا. حد الكروس للأدنى للانضمام مسلا هنا خليه مئتين برضو. تمام? وعايز اللي يخش عندك يبقى مستوى قوعة المدينة اقل مستوى قوعة مدينة عنده يبقى كم? هل عايز واحد لحد ستاشر اعتقد? موجود لحد ستاشر فاحنا هنخليها ستاشر اكن هنا يعني بنهزر او خليها مسلا واحد عادي. خليها واحد. تمام? موقع القبيلة انت عايز القبيلة دي تبقى مكانها فين? هل انت من اني بلد? عايزها من فين? فاحنا مسلا نخليها من الصين. يلا من الصين. لغة المحادسة بتاعتها القبيلة. عايز انجليزي فرنساوي ازباني. فاحنا هنخليها عربي. النبي عربي. تمام? وسجل الحرب هنا. بيقولك هنا سجل الحرب. يسمح لبطولة اللاعبين برؤية نتائج ومعارك حربك من اعلى. يعني ده زي مسلا بيشوف البروفيل بتاعك بيشوف الكلان ده بيكسف في الحرب ولا بيخسر. فاحنا هنخليها صحة. هنبينها. تمام? الحرب الودية. هل انت عايز تخش مسلا لو انت دي قفلتها. دي لأ دي خليها شغالة. ان انت مسلا لو في صاحبك مسلا عنده قبيلة او كلان. عايز تخش معها حرب مسلا تقدر تشارك معها في حرب والدافية دي هنخليها صح. انا عندما ده صح. تعالوا بقى نخش بقى هتلاقي في الجديد. اللي هو ازاي بقى عشان تعمل قبيلة ملائمة للعائلة. هتلاقي هنا مكتوب ايه قبيلة ملائمة للعائلة. مفيش جنبها صح. تمام? هتدوس هنا هيقولك صممنا القبائل الملائمة للعائلة بحيث تضمن صلامة اللاعبين من خلال معايير تصفية اكثر صرامة في الدردشة. فهم عايزين دردشة يكون فيها صرامة اكتر بحيث ان محدش يشتم او كده. فاحنا هندوس اختيار هندوس اختيار ان احنا موافقين. تمام? طبعا في قاة القبيلة انت عايز القبيلة ايه? فاحنا هنبسا نقول حروب قبائل حروب دولي ابطال نشطة في التبر. وهنروح دايسين ان شاء الله كده انشاء هي باربعين الف. فبيقولك ايه ملحوظة اخيرة قبيلة ملائمة للعائلة. صممنا القبيلة للملائمة للعائلة بحيث تضمن سلامة اللاعبين من خلال معايير تصفية اكثر صرامة في الدردشة. يرجى العلم انه لا يمكنك تغيير هزا الاعداد لحقه. تمام? هندوس انشاء. هروح دايسين انشاء مش هنعرف نغيرها. عملنا القبيلة هنشوفها اللوجو زي ما انتم شايفين اهي. عملنا اللوجو وقبيلة ايه. بلائمة للعائلة. هنجي نعمل تعديل مسلا نحاول نغيرها. هنعمل نشيل دي. لأ مش هنعرف خلاص. زي ما انتم شايفين. طبعا انت ممكن تعمل العصور على اعداء على اعضاء جداد للكلان بتاعتك من هنا ان انت مسلا عايز تعمل تدور على اعضاء بقى. ماشي تدور هنا مسلا تشوف عايز اعضاء مسلا بتشارك في الحروب مسلا. اعضاء بتعمل تبرع عاصمة قبيلة مسلا. فتعمل بحس. تمام? ما فيش نشيل عاصمة قبيلة نعمل بحس مسلا. او ماشي نشيل كده. نشيل الفئات دي طبعا. ماشي. او لسه ولسه ما عنداتش اختيارات يعني جديدة. بس دي طبعا اللعابين المكترحين المكتوب هنا يوجد تركيب اللعابين المكترحين لقبيلتك. ماشي دي طبعا طبعا الناس عارفة ازاي لو انت عايز لعيبة مكترحين. بس باختصار يعني عشان من الفيديو ما ببقاش طويل. كده دي طريقة انشاء قبيلة ملائمة للعيلة. يارب يكون الفيديو ساعدكم. لو حد عنده اي استفسارات يسبالي تحت في الكومنتات وانا برد على كل الناس. متنسوش تعملوا وستبسكرايب ولايك. واستنونا فيديوها الجاية. شكرا. سلام عليكم.